تسريبات جديدة تكشف مساعي ايران الى امتلاك قوة صاروخية متفوقة عبر انتاج مسحوق الالومنيوم في منشأة سرية تابعة للحرس الثوري الايراني شمال شرق البلاد المنشأة التي رصدتها الاقمر الصناعية قريبا من منطقة خرسان في مدينة جاجرم بدأت عملها قبل اكثر من خمس سنوات بحسب مندوب الشؤون البرلمانية السابق امير مقدم الذي انشق عن النظام الايراني عام الفين وثمانية عشر بعد ان وجهت له اتهامات باثارة القلاقل عقب تصريحات له ضد فساد مسؤولين ايرانيين الذي قال انه كشف هذا الموضوع لان ضرره يقع على مصالح الشعب الايراني مؤكدا طموحات نظام المرشد لامتلاك المسحوق الذي يعد مكونا رئيسيا في صناعة وسائل الدفع التي تعمل بالوقود الصلب لاطلاق الصواريخ وتشير وثائق مسربة ومعلومات كشفها مقدم الى ان ايران تسعى الى الالتفاف على العقوبات الدولية حول امتلاكها للقدرات الصاروخية عبر تحسين قدرتها على الاكتفاء الذاتي من انتاج الوقود الصلب للصواريخ وبحسب الوثائق المسربة فان شركة ايران الومينيا التي رفع عنها الاتحاد الاوروبي العقوبات عام 2017 في بادرة حسنينية عقب مفاوضات مع ايران هي المشرفة الرئيسية على ادارة منشأة جاجرم وتتبع الشركة لمؤسسة المناجم المملكة للدولة الايرانية وتعمل على انتاج مسحوق الالمونيوم شديد الفاعلية لدعم برنامج ايران الصاروخي في وقت تنكر فيه الحكومة الايرانية اي معلومات عن هذه الوثائق التي ربما يؤدي كشفها لمزيد من التدخيق الامريكي على مساعي ايران لانتاج الصواريخ وتفرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة على ايران تستهدف منها قطاع المعادن وبرنامج الصواريخ الباليستية ومن هذه العقوبات قيود على العمليات في قطاع الالمونيوم الايراني والصفقة المرتبطة به كما تستهدف هذه العقوبات الحرس الثوري الايراني واي طرف يقدم دعم له او يبرم صفقة معه فضلا عن فرض الامم المتحدة قيودا على انشطة ايران فيما يتعلق بمجال الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية